وصلت القوات المسلحة تنفيذ الخطة الشاملة للقضاء على الارهاب في سيناء حيث قامت قوات الجيش الثاني الميداني بمداهمة عدد من الاوكار والبؤر الارهابية التي تم رصدها امنيا بمناطق العريش ورفح والشيخ زويد والمناطق الجبلية والزراعات المحيطة بها كما عززت عناصر القوات البحرية من اجراءاتها الامنية على امتداد الشريط الساحلي لسيناء وتمكنت من القبض على اثنين من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة خلال محاولة للتسلل عبر البحر وقد اسفرت العمليات الامنية التي نفذت على مدار الايام الثلاثة الماضية عن قتل اربعة عشر من العناصر الارهابية خلال تبادل لاطلاق النار مع القوات كما تم القبض على خمسة واربعين اخرين من المطلوبين امنيا والمشتبه بهم وضبط وتدمير خمس عشرة سيارة مختلفة الانواع وثمان درجات نارية بدون لوحات معدنية كذلك تدمير خمسة مقرات خاصة بهذه العناصر وتبجير اثنتين من العبوات الناسفة تم زراعتها على الطرق ومحاور التحرك لاستهداف القوات المنفذة للمدهمات يأتي ذلك في الوقت الذي استمرت فيه عناصر حرص الحدود والمهندسين العسكريين اقامة المنطقة الامنية العازلة على الشريط الحدودي مع قطاع غزة واكتشاف وتدمير خمس عشرة فتحة نفق جديدة بمنطقة رفح خلال اعمال التأمين للحدود وضبط سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية بشمال سيناء محملة بكمية كبيرة من ادخنة المعسل المعدل التهريب كما وصلت عناصر الجيش الثالث الميداني فرض سيطراتها الامنية على مناطق وسط وجنوب سيناء وتمكنت من القبض على اثنين من المهربين وبحوزتهم اثنين فلوك تصيد مزودة بموتور يتم استخدامها في اعمال التهريب بمنطقة المسلات شمال مدينة رأس سدر وضبط ما يقرب من نصف طن من نبات البنجو المخدر بمنطقة الزعفرانة على خليج السويس كما تمكنت عناصر حرص الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية وبالتعاون مع القوات الجوية من ضبط اثنين سيارة دفع رباعي بمنطقة العالمين عثر بداخلهما على بندقية قناصة واخرى خرطوش ورشاش جرينوف وثلاثمائة طلقة رشاش واربعمائة وثلاثين طلقة قناصة وسبع وعشرين طلقة خرطوش واربع خزن والقاء القبض على مائة وخمسة وثمانين متسللا مصريا وسبع سودانيين خلال محاولة للهجرة غير الشرعية قبل عبورهم الى الاراضي الليبية كما تم القبض على خمسة مهربين على طريق مطروح رأس الحكمة وبحوزتهم ثلاث سيارات محملة باكثر من خمسة الاف وسبعمائة قاروسة سجائر مسرطنة وضبط سيارتين محملتين بثلاثة الاف وخمسمائة وخمسين قاروسة سجائر مهربة بسيوة كما تمكنت عناصر حرص الحدود بالمنطقة الجنوبية العسكرية من القبض على متسلل انتشادي واخر صومالي الجنسية والقبض على ثلاثة مهربين وبحوزتهم مركب للصيد خلال محاولة للتهريب على ساحل البحر الاحمر وضبط اثنين سيارة دفع رباعي محملتين باكثر من تسعة الاف قاروسة سجائر مسرطنة على الحدود الجنوبية الغربية والقبض على سبعة عشر من المهربين والمتسللين وبحوزتهم ثماني سيارات ومبالغ مالية سودانية وخمسة اجهزة للكشف عن المعادن خلال محاولات لنقل وتهريب بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية والبحث والتنقيب عن خام الذهب بمناطق ابو سنبل والشلاتين والعلاقي وابو رماد